هيا يا أطفال هيا نمتيا قم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يورا فقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بيها عبرة حكمة مثل معلومة وبيها نور العب أعمو ياسي تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي مساء الخير يا أطفال مساء الخير وش تلكم يا أطفال يا أطفال مرحبا بكم اليوم في حسكم مفضلة مع ميزين وش بماذا نحتفل في هاد الفترة هادي يوم 21 مارس بماذا نحتفل بماذا نحتفل تعرفي 21 مارس وشن عيد عيد الشجرة tries to وشن بماذا نحتفل عيد الشجرة عيد الشجرة عيد الشجرة عيد الشجرة عيد الشجرة عيد الشجرة برافو وانت يا اليوم العالمي لتليزوميا اليوم العالمي لتليزوميا إذن عدنا مناسبتين عدنا 21 مارس هو عيد الشجرة وعندنا كذلك اليوم العالمي لتليزوميا لذا اليوم استقبلنا أصدقائنا لرم اليوم هات الشابين هادوا استقبلناهم اليوم باش نحتفلوا معهم بيعيدهم باش نقول لهم بلي ما نسيناكمش ونحبوكم احنا تاني يا أخي عمو يزيد يحبكم وش رأيكم يا أطفال قبل ما نروحوا المفاجأة نطرح عليكم لغز تحبوا الألغاز إذن لغز اليوم يقول اللي راح نطرحه عليكم أنتوما وكذلك أصدقائنا المشاهدين الأطفال الصغار يقدروا يشاركوا معنا عبر موقعنا الانترنت عمويازيد.com بهذه الطريقة إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي باليتك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذن لغز اليوم يقول تخلع ملابسها في البرد وتلبسها في الحر ولا تهرب من المطر وعيد اللغز تخلع ملابسها في البرد تلبسها في الحر ولا تهرب من المطر من هي يا تورا؟ إذن يا أطفال فكروا فكروا إلى غاية إلى غاية نهاية الحسة قعدي معي يا بنتي إلى غاية نهاية الحسة وأنا اليوم جبت لكم أغنية أغنية جميلة بمناسبة عيد الشجرة تغنوا كامل معايا الشجرة جمال وروح يلا موسيقى الشجرة جمال وروح والشجرة عند الإنسان آية من آيات اللوح والشجرة أشتغ الوان الشجرة جمال وروح والشجرة عند الإنسان آية من آيات اللوح والشتاء أشكال ألوان موسيقى الشجرة منها الزيتون والتيني قال الرحمن والتيني قال الرحمن والشجرة نقل العرجون ولا تنسى حب الرمان لا تنسى حب الرمان الشجرة منها الزيتون والتيني قال الرحمن والشجرة نقل العرجون ولا تنسى حب الرمان الشجرة جمال وروح والشتاء عند الإنسان آية من آيات اللوح والشتاء أشكال ألوان من الشجرة للتفل الدوح ومقعد للطالب فهمان ومن الشجرة سافينة نوح في الشجرة كل الأمان من الشجرة كل الأمان من الشجرة للتفل الدوح ومقعد للطالب فهمان من الشجرة سافينة نوح وفي الشجرة كل الأمان الشجرة تابة الوروح والشجرة عند الإنسان آية من آيات اللوح والشجرة أشكال ألوان في الشجرة خيرات الكون وفي الشجرة سحر البيان في الشجرة سحر البيان وفي الشجرة للفن فنون ونفسه للأرضى أنوان رفصوا للأرضى أنوان في الشجرة خيرات الكون في الشجرة سحر البيان في الشجرة للفن فنون رفصوا للأرضى أنوان الشجرة جمال وروح والشجرة عند الإنسان آية من آيات اللوح والشجرة أشكال ألوان الشجرة جمال وروح والشجرة عند الإنسان آية من آيات اللوح والشجرة بشكات الوعد شكرا شكرا يا أطفال أنا حبيت اليوم تجوا تكتشفوا معي هذه الهدايا وهذه الأشغال اللي جابوهم معنا هذه الأطفال مصابين بحالة تريزوميا اللي أنا نحبهم بزاف 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 بشوفوا باللي عندهم إرادة وعندهم ذكاء ويقدروا يديروا عدة أشياء يلا تكتشفوا مع بعض إذن شوفوا شوفوا الأشغال اللي يدوية هذو اللي يقوموا بهم الأطفال أعطي لي هذك الكادر اللي أقول هكتاني أعطته لي أعطيه لي كذلك هذ هذ الصورة هذي اللي رسمتها كذلك طفلة عمورة أسماء تاني هذتها العموي يزيد لي فيها صورة جميلة جميلة جدا زيادتان على قاع هذ الأشغال اللي قموا بهم الأطفال إذن نحيوهم تحييل هذي الأطفال هذو إذن بوبي يا أطفال دركن روحوا نكتشفوا مع كاميليا شخصية اليوم اللي هي ذبيح شريف يلا مع كاميليا مساء الخير يا أطفال فانضم إلى صفوف الكشافة الإسلامية التي كانت بالنسبة إليه المدرسة الحقيقية الأصلية التي اكتسب فيه حب الوطني والتحلي بالأخلاق السامية النبيلة بعدما جزر الثامن ماي 1945 ازداد قناعة بأن ما أخذ بالقوة لو يسترد إلا بالقوة مما دفعه إلى الالتحاق بصفوف حزب الشعب الجزائري وهو لم يتجاوز العقد الثاني من عمره بعد اكتشاف المنظمة الخاصة عام 1950 تعرض شريف ذبيح مثل بقية رفاقه إلى من قبل البوليس الفرنسي وذلك ما جعله يغادر تراب الوطني مؤقتا باتجاه فرنسا عاد الثبيح شريف إلى أرض الوطني بعد أن قادر فترة من الزمن بفرنسا وعمل على وضع أسس ومناهج لتحضير وإعداد القواعد المادية والمعنوية استعدادا لانطلاق للثورة شرع في تكوين خلايا المناظلين منذ مطلع عام 1955 حيث بدأت العمليات الفدائية تحدث يوما ما دفع العدو إلى تشديد المراقبة والحصار على نشاطات شريف ذبيح الأمر الذي أجبره على الاختفاء من جديد ومغادرة العاصمة باتجاه الجبلي وخاصة بعد اعتقال قائد المنظقة رابح بيباط في فيفري 1955 ظل الشهيد فترة بالجبلي قبل أن يعود مرة أخرى إلى العاصمة سنة 1956 لإنشاء شبكات الدام والإسناد وصناعة المتفجرات التي استخدمت لضرب أهدف العدو الاقتصادية والاجتماعية ردا على أعماله الإجرامية ضد المواطنين الأبرياء استشهد بتاريخ 26 أوت 1957 في حي القصبة مع رفاقه وهم يقومون بمهام حيث حصرته قوات المضللة شكرا برافو 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 شكرا كاميليا شكرا يا أطفال واش تراكم بروح نشوفوا الساحر دركا ألعاب الخفة تحبوه يالله عمو يوز وقنبوز يالله ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 برافو 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 يا أطفال تحبوا الحكاية حكاية عمو يزيد واش رايكم دركا نروح نحكي لكم حكاية شجرة التفاح يلا معاكم يا أطفال راح نحكي لكم حكاية شجرة التفاح هذه شجرة التفاح وحد النهار كان وحد الإنسان كان تحت وحد الشجرة كانت وحد الشجرة وكان صغير كان صغير وكان يلعب 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 حول هذه الشجرة والشجرة هذه كانت سعيدة لأنه الطفل هذا كان يجي كان يبعد فيها الحياة ومن بعد راح هذا الطفل مدة من الزمن لم يجيش لهذه الشجرة يلعب فيها ولكن بعد مرور عدة سنوات جاء هذا الطفل ولكنه كان شاب كان شاب كبير قعد هكذا كان شوية حزين قتلوا الشجرة وش بيك ما يجي تلعب معايا وكامل قالها نظركها كبرت وكامل قتلوا وش بيك قالها ما عنديش قوتة يومي ما عنديش وش ناكل قال هاراني فقير ما عنديش وش ناكله كامل يا ذيك الشجرة تحبوه قتلوا إذن يا بني قتلوا خود قاعد التفاح اللي رأوا عندي روح بيعه وتقوت من هذوك النقود اللي يجوك من هذك البيع تاعد التفاح هذك إذن أخذ هذك التفاح راح باعه واسترزق منه وقدر يكسب قوتة يومه ومن بعد راح مدة من الزمن ثاني مجاش عاد ما يرجعش هذيك الشجرة الشجرة هذيك ركبها الأسى والأسف توحشاته توحشاته ولكن بعد مرور عدة سنوات رجع رجع عندها ولكن كان كهل كان كبير شوية قتلوا عش ما كش جي تلعب معايا وكامل قالها ندركها كبرت عندي مسؤولية وعندي دراري وكذا وكذا قالها عندي مشكل وولادي ما عندهم مش وين يسكنوا حبيت اندلهم بيت وكذا وراني على هذك شي لاني حازين وكذا قتلوا ما تحزنش قتلوا خد كل أقصاني خد كل الأقصان تاعي وعمل بها بيت العائلة تاعك هكذا كتقيهم من البرد ومن يعني باش تسترهم كما يقولوا كما كان الحال أخذ قاحدو كل الأقصان وعمل بهم بيت الأهله وما زادش رجع لهذك الشجرة بعد سنوات وسنوات رجع لهذك الشجرة قتلوا عش ماكش جي قالها هموم الدنيا وكذا قتلوا واش خستك رك حازين قالها نحتاج قارب قارب باش نبحر به قالها ما صبت كيفاش ندير قتلوا خلاص خد الجدوع انتاعي وعمل بها قارب وأبحر بهم كما كان الحال نحل الجدوع وأبحر بهم ومن بعد ما زادش رجع بعد ماضت سنوات وسنوات رجع للشجرة هذيك كي رجع للشجرة كان الشيخ عجوز كبير قال للشجرة قتلوا الشجرة دول كان ما عندي ما نزيد نعطيلك أعطيت لك قاع كل ما نملك قتلوا ما نقدرش نزيد لك حاجة أخرى عمو يا زيل كي سمعنا هاد الحكاية نقدر نقوله بالشجرة هي الأبوين بالضبط بالضبط بوبي بالضبط بالضبط الشجرة شكران الشجرة هي الأبوين إذن الأبوين هما اللي يعطوه كل ما يملكوه كل ما يكون لهم يعطوه لولدهم هذه الحكمة نستجوها اليوم إذن يا أطفال وش قولوا؟ لو كان نروحوا الجواب على اللقس تخلعوا ما لبسها في البرد وتلبسها في الحر ولا تهربوا من المطر ما هي؟ هو اسمك؟ عبدالله وش هو الجواب عبدالله؟ الشجرة نروحا برافو عندك جواب تاني؟ ستارة الشاجرة وهم راتعية الشجرة الشجرة وتتاني الشطرة عرفتها الشجرة وش هو هذا؟ هذا الهدية.. أنا لم ترى هل هذه الهدية؟ الهدية تقول 21 مارس اليوم العالمي للتنزيميا مدرسة مستقبلي مع عم يزيد جميلة 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 جدا يا أطفال شكرا 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 هدية جميلة عم وراء أسماء خديجة مدرسة 8 جمعية ألف هاي لا 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 دوك تلعبوا معها دوك نجي خليها تما الهدية هدي إذن شكول لي ساب الجواب تعالى تعالى نعطوك هدية أعطيلي الهدية تعو واش النقاط في السيارة ولا ذكرهم باسمك عبدالله 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 هدي الهدية نتاعك هاد الهدية تتمثل في سيدي ألبوم مدرستي أطفال أغاني الأطفال إن شاء الله تفيدك تقدروا تسيبوها في الأسواق كذلك وعندك قبعة مع أم ويازيد حصريا يهديها لك حم أم ويازيد على الشتارة تاعك تفضل 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 شكرا 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 يا أطفال قولي لي واسمك انت يا ماريا ماريا تعرفيك شنوكتا من بلغ وش تعرفي الديري تعرفي الطيبة برك كتي الطيبة في هديك الدار وش طيبتي وش طيبتي إذا يا أطفال اليوم شوفوا هات الشبه هدي يلا بسهل الكاركو شباب هدا بهذه المناسبة ديلي بيزو 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 الله يبارك إذا اليوم عندنا عرض أزياء للأطفال راح نستقبلوهم تحت سفيقتكم يلا تفدلو تفدلو يا أطفال يلا 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 برا بو شوفوا شها الشابي يلا برا بو هاي هاي هيليكي برا بو را demonstrations اروحي ك exactamente مننا خدمي منا platform جيدة 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 يا أطفال ما رأيكم أن نشوفوا ما ينابسون أصدقائنا الأطفال هادوك يالله شكل عندها المكروفون وشكي لبسا جباه قبيل جباه قبيلية اوكي أعطي لزميلتك وشكي لبسا قفتان تلمساني الله يبارك أعطي لزميلتك ثاني جباه فرغاني تاقسنطينا جباه فرغاني تاقسنطينا جبا قبائل جبا قبائل بدرون الله يبارك هذا تشتع رتاج جبا قبائل جبا قبائل جبا قبائل كاراكو الله يبارك شباب هاي جبا فرقاني جبا فرقاني الله يبارك رب لانش رب لانش وهذا العريستاك رب لانش يلا كاراكو شاوي 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 الله يبارك شباب شباب عطولها جبا قبائل جبا قبائل الله يبارك عطولها حاجة مثل رب لانش جبا قبائل زيت لمساني ما هادل زي هادن دون يلبسوه فالطهارة فالختانة لا لا مكتش يلبسوه فالختان فالختان هادتاج وش ركي لبسه كاراكو أروحي أروحي بنتي وش ركي لبسه كاراكو كاراكو الله يبارك يا أطفال كنتو هايلين هايلين مالجبا الشوية أروحي وريننا جبا الشوية تاعك أروحي وقفي هنا أروحي لتاج منها بالعقل وريننا أوه بالتاج وكامل الله يبارك تعرفي كاراكو ولاية الشوية في الجزائر تعرفيش هاي شكل يعرف سوق هراس تعرفوا غير سوق هراس تبسه تبسه باتنا كان بزاف اللي نحيوهم نحيوهم إذن يا أطفال كنتو هايلين يعطيكم الصحة يا باي باي يعطيكم الصحة يا أطفال الحقنا الحقنا للركن اللي نحبونا بزاف هو ركن عيد الميلاد ريتاج يلا وراي ريتاج يلا 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 ريتاج هاي هاي ابنتي برافو 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 إذن عيد ميلاد ريتاج لليوم راح نغني لها عيد ميلاد سعيد وأصدقائنا يروح يجيبونا القاتو تاريتاج يلا هاي نغني لها موسيقى موسيقى عيد ميلادك أحد عيد رب تكتب لك عمر جديد الله يبرد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبرد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد موسيقى من قبل بيديك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرح يا ربي لميات سانة وتعيش أيامها أخرى شرح يا ربي لميات سانة وتعيش أيامها أخرى موسيقى يا بانين ويا بانات يلا نطير فالونا بس أنا مراح غني نفراح ونعش أحلى الأوقات بس أنا مراح غني نفراح ونعش أحلى الأوقات موسيقى هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا سيبناها ليلة حلوى يا محلاها بس مكنتا سيبناها ليلة حلوى يا محلاها موسيقى 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 بجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغنيلوا بجمل هدايا يهدولوا هيا نصفق ونغنيلوا سنة حلوة يا جميل برافو 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 اذا ريتاج دلو معي لعدية نازولي ثلاثة واحد برافو 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 ريتاج برافو اذا انا ما بقى لئيلة نقول لكم ابقوا العخير استنونا في الاسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة وبقوا على خير لا تحزنوا حن الوده يا اصدقاء كل الاياد في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في الموعد الجديد مع عم يازين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في الموعد الجديد مع عم يازين